انبهار الاعلام العربي والعالمي والاسيوي والافريقي والايراني بعد فوز منتخب المغرب للفوتسال على منتخب ايران في دور الستاشر من بطولة كأس العالم للفوتسال وتأهل اسود القاعة الى ربع النهائي دور التمانية والاستضام بمنتخب البرازيل المصنف الاول عالميا هرصد ليك في هذا الفيديو ردود الافعال بعد فوز المتخب المغربي في الاعلام الايراني في الاعلام الاسيوي في الاعلام الافريقي في الاعلام المصري في الاعلام العالمي كل ردود الافعال باذن الله حاول ارصدها لحضراتكم في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله انا اخوكم كريم الهندوي من مصر ودي قناتي على اليوتيوب اسعدني جدا انك تشترك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل الاحداث الرياضية اولا باول بنتابع كل الاحداث الرياضية على الساحة الرياضية ايضا من فضلكم اعملوا لايك للفيديو وتابعوا معنا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا كل ردود الافعال بعد فوز المنتخب المغربي وتأهله الى ربع النهائي المنتخب المغربي تأهل للمرة التانية على التوالي بعد فوزه على منتخب ايران وايضا سيواجه في ربع النهائي زي المرة اللي فاتت بالزبط منتخب البرازيل في دور التمانية موقع كرة اونلاين من مصر قال رسميا منتخبنا المغربي الى ربع نهائي كأس العالم كتيبة هشام الدكيك للعزة وايضا الصحف الايرانية قالت ايران خارج كأس العالم لكرة الصلاة وواضح جدا الحصرة على الاعلام الايراني اللي كان بيرشح قبل البطولة منتخبات البرازيل واسبانيا والارجنتين والبرتغال وايران خمس منتخبات ان هم يقدروا ياخدوا كأس العالم حتى الان واحنا لسه بنلعب دور الستاشر اسبانيا خارج المنديال البرتغال خارج المنديال وايران خارج المنديال والتلاتة من ضمن اول خمس منتخبات في التصنيف العالمي الموقع او قنوات بي انسبورتس القطرية قالت عاجل المغرب يعبر الى ربع نهاية كأس العالم لكرة القرم داخل الصلاة بفوز المسير اربعة تلاتة على ايران موقع البطولة المغربي قال في مباراة مسيرة وعصيبة المنتخب المغربي يتأهل للمرة الثانية على التوالي الى ربع نهاية كأس العالم داخل القاعة ايضا موقع النادي الهولندي نادي طايجر ريموند اللي بيلعب فيه وبيديره فنيا يعني اصول مغربية او لاعبين واطر مغربية نادي طايجر ريموند اللي بيبارك لمنتخب المغرب وبيقول حز موفق لسوفيان الشعراوي واسود الاطلس نيابة عن طايجر ريموند طيب موقع وين وين الال كأس العالم صارت لعبتنا اسود الاطلس تزأر في الصلاة المنتخب المغربي بلغ ربع نهاية كأس العالم لكرة الصلاة بعد فوز عشية اليوم على نظيرها الايراني بنتيجة اربعة مقابل ثلاثة المغرب ستواجه البرازيل يوم الاحد القادم الصفحة الرسمية لكرة الصلاة المصرية ولمنتخب مصر المغرب يسقط ايران للمرة الاولى في مونديال الصلاة ويتأهل لملاقات البرازيل في ربع نهاية كأس العالم لكرة الصلاة اوز باكستان الفين اربعة وعشرين موقع ايجيبت سبورت قال المغرب يتأهل الى ربع نهاية كأس العالم لكرة القدم داخل الصلاة بعد الفوز على ايران اربعة ثلاثة الف مبروك ايضا قناة الاخبارية بي ان سبورتس عملت تقرير خاص عن المنتخب المغربي وقالت تقرير خاص حجز المنتخب المغربي مقعده في ربع نهاية كأس العالم لكرة القدم داخل الصلاة بعد فوز على نظيره الايراني المعلق المغربي جواد بدأال برافو هشام الدكيك وبرافو اللاعبين تأهل مستحق لربع نهاية كأس العالم لفوز المغاربة من تنجا من تنجا العالية للكويرة العزيزة فخورين بكم موقع فيفا الرسمي قال يوم تاريخي لمنتخب المغرب ايضا موقع فوتسال بلونت العالمي المتخصص في الفوتسال قال منتخب المغرب ازهل ايران وفاز عليه اربعة مقابل تلاتة موقع الفيفا او موقع كأس العالم للقادم فيفا وولد كوب قال هادي فرحة عالمية وقال منتخب المغرب الى ربع نهاية المواقع الرسمية كلها للفيفا بتبارك وبتهني وبتشيد باداء المنتخب المغربي موقع كورا الموقع العربي الرياضي الاول قال منتخب المغرب يكهر ايران ويكرر انجازه المنديالي وكالة الانباء القطرية قالت كأس العالم لكرة الصلاة منتخب المغرب يفوز على نظيره الايراني ويتأهل الى ربع النهائي قناة الرياضية المغربية كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة المنتخب المغربي يبلغ ربع النهائي عقف فوزه على نظيره الايراني الصوات مغاربية المنتخب المغربي يتأهل ربع نهائي كأس العالم عقف فوزه على المنتخب الايراني الصفحة الرسمية لمنتخب المغرب الاول والجمعة الملكية المغربية لكرة القدم نهاية المباراة بفوز وتأول منتخبنا الوطني الى دور ربع النهائي قنوات ابو ظبي الرياضية منتخب المغرب لكرة الصلاة يتأهل إلى ربع نهاية كأس العالم على حساب منتخب إيران أيضا صفحة فوتسال إيران اللي كانت رشحت الخمس منتخبات قبل البطولة كان واضح جدا الحصرة عليها في منشوراتها وعلى نقلها للخبر وواضح جدا صور لاعبين إيران وهم في حصرة كبيرة ماهر جنينة الإعلامي المصري المعروف في الشأن كرة القدم الإفريقية والرياضة الإفريقية قال المغرب إلى ربع نهاية منديال فوتسال بالفوز على إيران أحمد فاروق الإعلامي أيضا قال المغرب يواصل مسيرته التاريخية في كرة الصلاة إلى ربع نهاية كأس العالم بعد الفوز أربعة ثلاثة على إيران مباراة تاريخية جديدة أمام البرازيل في ربع نهاية الجميع يبارك الجميع يهنئ الجميع يشيد ويبرز الإنجاز المغربي في كأس العالم للفوتسال هتقول لي المنتخب المغربي صعد قبل كده إلى دور التمانية وبالتالي صعوده هذه المرة إلى دور التمانية ليس بالإنجاز الجديد ولكن عايز أقولك أن المنتخب المغربي في هذه النسخة تعرض إلى إصابات كتيرة جدا تعرض إلى غيابات كتيرة جدا وإلى إكرهات كتيرة جدا تخيل معي أن المنتخب المغرب للفوتسال غاب عنه قبل البطولة مباشرة بلال البقالي يوسف جواد أهم أو من ضمن أهم العناصر المغربية المتواجدة في منتخب المغرب لكرة الصلاة وشاركه في جميع الإنجازات في الفترة اللي فاتت مع بداية البطولة إصابة سوفيان بوريت عثمان الإدريسي إسماعيل أمازال خالد بوزيد النهاردة في مباراة المنتخب الإيراني أصيب نتمنى عودة يعني اللاعبين التلاتة اللي تصابوا اللي موجودين في اللائحة أقصد هنا اللاعب سوفيان الإدريسي وإسماعيل أمازال وأيضا اللاعب خالد بوزيد تلات لاعبين مصابين الآن نتمنى عودة أحدهم أو كلهم بإذن الله قبل مباراة المنتخب البرازيلي في ربع النهاية الحمد لله سوفيان بوريت رجع من الإصابة وأدى مباراة قوية جداً النهاردة أمام إيران ولكن نتمنى عودة الباقيين لأن مواجهة البرازيل تحتاج لكل العناصر تحتاج لتكاتف كل اللاعبين بالإضافة طبعاً للإدارة الفنية بقيادة البروفيسير هشام الدكيك اللي بنرفع له القبعة شكراً جداً لكم على كلمتكم الطيبة شكراً جداً على كل تعليقاتكم الإيجابية على كل لايك على كل اشتراك على كل شير أنا أخوكم كريم الهندوي وإن شاء الله هنتابع كل أخبار البطولة ومنتخب المغرب للفتسال في الفترة القادمة وكل الأخبار الرياضية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته